موسيقى سعيد بلقياءكم أعزائي المتابعين في هذه الحلقة سوف نرد على بعض أسئلتكم حتى يكون التواصل متبادلا حيث تأتي العديد من الأسئلة على الخاص وعلى التعليقات أثناء عرض الحلقات واليوم سوف أرد على سؤال طرحه كل من الأستاذ صديق أنجار والأستاذ ماهر عبدالله من المغرب أولا أشكر الأستاذين الكريمين على التفاعل مع المواد التي نقدمها والأستاذ أنجار هو صديق البرنامج منذ بدايته ويتفاعل مع مواده خاصة فيما يتعلق بمادة الفيلولوجيا وهو أستاذ باحث يشتغل على هذه المادة فيما يخص اللغة الأمازيغية وقد استطاع فك شفر بعض الكلمات ككلمة أطلس وأسماء المدن القديمة في شمال أفريقيا باللغة الأمازيغية فتحية له ولصديقه الأستاذ ماهر السؤال يقول في إطار دراستنا ونقاشاتنا حول الآيات القرآنية من الناحية الفيلولوجية ومحاولة فك الغموض الموجود في بعض المقاطع القرآنية بعيدا عن التأويلات واجتهادات علماء التفسير نلاحظ على سبيل المثال في الآية 64 من صورة الإسراء وهي تحدث عن إبليس والحوار الذي قام بينه وبين الله فيما يخص الاستفسار حول عدم سجوده لآدم تقول الآية واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وراجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدوهم الشيطان إلا غرورا يضيف الأستاذ أنجار هناك كلمتان يوجد فيهما غموض حول مفهوم قدرة إبليس والإمكانيات التي يستخدمها لإغواء البشر فكلمة بخيلك تفيد أن لإبليس خيولا ومشاتا حيث يستخدم كلمة وراجلك فإذا أخذنا المعنى المجازي أو الرمزي كما جاء في صورة الشعراء الآية 95 وجنود إبليس أجمعون فهذا مقبول كصورة مجازية لتعبير عن الحرب الروحية بين الإنسان وإبليس لكن الإشكال يوجد في القصة بأكملها لأن القرآن يخبرنا بعملية خلق آدم من طين فهل قصة خلق آدم من طين حرفية كما جاء في العديد من الآيات أم هذا الخلق رمزي يفيد بداية كينونة البشر بصفة عامة لا شك أن القصدة في قصة خلق آدم في القرآن هو المعنى الحرفي وليس المعنى الرمزي ولهذا جاء التعبير دقيق في الآية 11 من صورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين إذن الخلق والتصوير كان حقيقيا وليس مجازيا وبالتالي فالآية التي نحن بصددها أي 64 من صورة الإسراء تفيد التحقيق وليس المجاز وبالتالي فالكلمتين بهما غموض ويقترح الأستاذ أنجار ما يلي بالرجوع إلى رسم المصاحف القديمة العارية من التنقيط والتشكيل وألف المد فيكون قراءة الكلمة نبرة حاء نبرة لام كاف كالتالي بحيالك أي أن إبليس يستخدم الحيل لإغواء البشر أو بخيالك لغياب ألف المد والأرجح بالنسبة إلينا كلمة بحيالك أما الكلمة الثانية را حاء لام كاف يمكن قراءتها رجالك بمعنى أعوانك أو من اتبعك إلا أن الأستاذ ماهر رجح كلمة دجلك لاقترانها بالحيال وربما سهوا أخطأ الناسخ فقلب الدال راء الرجاء الأستاذ محمد أن تؤكد هذه القراءة أو تنفيها لأننا لا نعلم أن هناك من تطرق لهذا الإشكال من قبل انتهى الاقتباس شكرا لكم على التحليل والسؤال فيما يخص قراءة الآية 64 من صورة الإسراء حسب مادة الفيلولوجية قدم لنا الأستاذ كريستوف لكسنبرغ سنة 2009 أثناء دراسة لهذه المادة قراءة هذه الآية والتي وقع فيها ست أخطاء في القراءة الأصلية منها ما هو عائد لنقل القرآن من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية أي من الخط الكرشوني السورياني إلى العربي فالقرآن كما يقول عن نفسه إنه لفي زبر الأولين الآية 196 من صورة الشعراء وهذه الزبر لم تكن بلغة عربية طبعا فمعظم فصول القرآن كانت مكتوبة بلغات الوعظ والإرشاد الروحي كاللغة العبرية واليونانية والآرامية السوريانية وهذه الأخيرة كانت هي الأكثر شهرة بين هذه اللغات في بلاد العربي والشام والعراق عند ظهور الإسلام كما جاء في كتاب طراس مملا وقد استخدم السوريان والعرب الخط الكرشوني للتواصل ككتابيا فيما بينهم وكلمة كرشوني تعني كتابة نص عربي بأحرف سوريانية على سبيل المثال هذا النموذج من الإنجيل يقول النص يا أيها الأبناء أطيع آباكم في ربنا فإن هذا بر وأتقى وهذه الوصية الأولى المأمور بها أكرم أباك وأمك ليحسن إليك وتطول حياتك في الأرض يا أيها الأباء لا تغضبوا أبناءكم بل ربوهم بالآداب الصالحة إذن بحسب الدكتور كريسوف ليكسنبيك حصلت بعض الأخطاء في قراءة ونقل النص الأصلي على مراحل والمرحلة الأولى من الخط الكرشوني السورياني إلى الخط العربي ومن هذه المرحلة حسب الآية 64 من سورة الإسراء كلمتين منها بقلب الدالراء فالأولى كلمة واستفزز أي استخفف أو استجهل كما يقول المفسرون وعبارة استفز فلان أي أخرجه عن صوابه وكل هذه المعاني لا توافق سياق النص في الحوار الذي دار بين الله وإبليس وبدل كلمة واستفزز بالزي يقول ليكسنبير كانت في الأصل براء ودال في آخر الكلمة والكلمة هي واو ألف سين نبرة فراء دال واستفرد أي أعزل من استطعت منهم فبدون تنقيط حرفي الراء والدال يمكن بسهولة وقوع الخطأ بتغيير الدال راء واو ألف سين نبرة فراء راء وعند تنقيط الكلمة في المرحلة الرابعة أصبحت واستفزز والخطأ الثاني كذلك بقلب الدال راء في كلمة وراجلكا حيث كانت في الأصل واو دال حالام كاف وداجاليكا من الداجل إذا نقلت براء فالكلمة واو راء حالام كاف وفي المرحلة الرابعة قرئت وراجاليكا انظروا جيدا لتشابه الكلمتين ومن المرحلة الرابعة مرحلة التنقيط ثلاث كلمات الأولى كانت في الأصل نبرة صاد واو نبرة كاف تقرأ بصوبك أي إلى جهتك باتجاهك أو بناحيتك عند عزل من استطعت منهم وليس بصوتك والكلمة الثانية كانت في الأصل واعلب عليهم بقراءة العين السوريانية جيم واعلب سوريانيا من فعل علاب معناه يغلب يقهر يفوق يظلم يغدر هذا في قموس مناء الكلداني العربي وهنا أريد القول إن هناك من المعلقين من سيستنكر استخدام قاموس مناء على أنه قاموس حديث وكأن اللغة السوريانية ظهرت قبيل تأليف مناء لهذا القاموس وهذا التصور غريب من طرف البعض وكأننا نحصر اللغة العربية في لسان العرب لإم منظور على سبيل المثال وهذا خطأ فادح فاللغة السوريانية ومعانيها قديمة قدم العربية واللغتين من جذر واحد وهي اللغة الآرامية فعلى الأشخاص الذين يحاولون الطعن في أقدمية اللغة السوريانية أن يكفوا عن الادعاء ولا يحاولوا تغطية الشمس بالغربة نعود للآية وننتقل للكلمة الخامسة نبرة حاء نبرة لام كاف تقرأ بخيلك والنص لا يتحدث عن خيول بل عن دجل وحية الإبليس التي يستخدمها لإغواء البشر وبالتالي تكون القراءة الصحيحة أو الأصلية بحيالك ودجلك والكلمة السادسة قرأت وشاركهم بتبوت ألف المد وسط الكلمة رغم أن المصاحف الأولى والمخطوطات القديمة لا وجود لحرف الألف في الكلمة نلاحظ على سبيل المثال للحصر في مخطوطة سمرقند الرقعة 238 وكذلك في مخطوطة المشهد الحسيني بالقاهرة الرقعة 504 وهي في الأصل وشركهم من الشراك أي وربطهم في الأموال والأولاد فتكون الآية في الأصل واستفرد من استطعت منهم بصوبك واغلب عليهم بحيالك ودجلك وشركهم في الأموال والأولاد إلى آخره وهكذا يكون المعنى والصياق متسلسلا لا غموضة فيه والشهاد كل من الأستاذ أنجار والأستاذ ماهر كان في محله نكتفي بهذا القدر وسوف نواصل الحديث عن هذه القصة أي سجود الملائكة لآدم في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء